قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الأكثر نمو طبعا هو حركة تحت نقطة مهمة جدا قطاع تكنولوجيا المعلومات بيساهم بحوالي 5% من ناتج المحل الإجمالي في مصر اللي هو يقدر ب477 مليار دولار ومعدل النمو بتاعه حوالي 17% وده من أعلى المعدلات النمو في قطاعات الاقتصادية خلينا نوضح لستاذا المشاهدين إزاي بيساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المعدل يعني إزاي بيشارك بإيه أو بيساهم بإيه الله ينور عليك يا استاذة بجمال أولا إحنا عندنا مثلا في العالم كله ما بقاش كل دولة أو كل شركة عالمية بتعمل كل حاجة وعندنا مصطلح جديد اسمه الأوتسورسينج أو التعهيد ما معنى إيه؟ مثلا يعني نقرب للمشاهد الكريم أنا عندي سيارة بحب سوقها لكن فيه واحد تاني بيحب يجيب سائق يسؤله صحيح طب سائق يسؤله ليه؟ هو يعني يعهد مهنة السواقة لهذا الشخص عيسهله حركته وممكن ينزل في حطة هو يركن وهكذا طب فيه شركات عالمية النهاردة وجدت أن الأعمال اللي بتقوم بيها عملية مكلفة لها وصعبة ولو وديتها الحد تاني حيقوم بيها بنفس الكفاءة أو أعلى بأقل تكلفة فمصر بقت جزء من الدول الجاذبة لصناعة التعهيد بمعنى إيه؟ إن قرب الناس الناس كتيرا في مصر يريد نوضح مصطلح التعهيد تحديدا للناس مثلا أسهل حاجة في مصر نوع عليها الكول سنتر شركات كتيرة جدا من الشركات في أوروبا بدل ما كان مركز الاتصال الرئيسي للشركة دي لملايين من البشر في أوروبا عشان يبلغ عن عطل أو يبلغ عن حاجة كان بيشتغل فيه ناس في أوروبا بكمبيوترز في أوروبا تكلفة عالية جدا عشان العمالة نفسها عشان العمالة غالية والأماكن الإجارات غالية ولو حتى حتى خدت عمالة من دول الشركة الأوسط هناك طر تسكنهم وتأكلهم وهكذا فبتيجي تقول إيه؟ أنا أعمل هذا المركز مثلا في مصر في المنطقة الخاصة بالكول سنترز في المعادي أو في القرية الزكاية يعني التعهيد هو زي ما نقدر لك تدي الواحد يعمل لك الخدمة نيابة عنك ده جزء منها بس لسه ما كملناش طب أنت عندك النهاردة مراكز التعهيد في مصر دي للشركات العالمية بيشتغل فيها ما يقرب من 34 ألف شاب وشاب مصري طب هم ليه اختاروا مصر على فكرة الدولة الأولى في التعهيد في العالم الهند بتحتوي أو بتستحوز على حوالي 60% من مراكز التعهيد لأن الغالبية العظمى من مراكز التعهيد استعمل للغة الإنجليزية طب ليه مصر بقى يليها؟ لأن مصر خريجين كليات الألسن والأداب باللغات المختلفة مراكز التعهيد عندنا بتشتغل بحوالي 10-12 لغة فأنت عندك مراكز التعهيد جاي من الصين لأن عندنا شاباب بيتكلم صين وجاي من فرنسا وجاي من إنجلترا وجاي من إيطاليا وجاي من ألمانيا لأن عندنا اللي مش موجود عند دول تاني اللي هي العنصر البشري المؤهل علاوة على سرعة الإنترنت اللي قلنا عليها الصبح بقت 55 ميجا بيت برساك لو أنا لسه شغال على السرعة القديمة ما كانش حد هيجيلي صحيح لذا ما أنت ما عندكش إنترنت فقاك السرعة يبقى لو مواطن عايش في فرنسا بيستفسر في شركة فرنسا مش حاجيلة كانت لكن النهاردة لو مواطن فرنسي بيستعلم من مركز فرنسي المعين المركز ده انتقل إلى العاصمة الإدارية أو مراكز التعهيد أو في المعادي أو في القرية الزكية هيرد عليه شاب أو شاب قاعدة هنا هو هناك مش واخد باله أن حدي بيرد عليه من مصر صحيح مراكز التعهيد تتحدث عنها دي تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعروبات طبعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعروبات لكن الجزء الثاني منها بقى ده كله كان ده الجزء بتاع الكول سنترز اللي مصر متفردة بيه